هل يمكن أن ينسجم مع طرحك هذا كون إيران كانت تعتبر أمريكا الشيطان الأكبر فيما أن الرئيس الإيراني الجديد ذهب إلى نيويورك ويقول للأمريكيين نحن إخوة في نفس الوقت التي يقتل فيها حسن نصر الله وقبلها هنية هل هذا في سياق ما تقول؟ يعني كلمة الشيطان الأكبر هذا كان شعار دائما أكثر مما هو سياسة على أرض الواقع تنفذ ببرامج محدودة ومعروفة ومثل هذا الفاتيين الموت لأمريكا أيضا شعار هذا موجود من سنة 2004 عندما كنت أنا في اليمن الموت لأمريكا ولكنهم لم يتخذوا أي إجراءات ضد أمريكا حتى هذا العام هذا العام الأشياء تتغير لأن العنف يخرج عن السيطرة والحرب تتوسع وهذا نتيجة لمطامع الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ولأن هناك محور مقاومة في المنطقة نحن لا نتحدث عن جيوش عربية ودول عربية ورؤساء عرب يمكن أن يصلوا إلى تفاهمات مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة نحن نتحدث عن أحزاب مقاومة شعبية أحزاب غير حكومية بالمجمل وتتقوى وتزداد التكنولوجيا معها يعني إيران صح خسرت حلفاء لها منهم إسماعيل الهنية وحسن نصر الله هذه خسارة كبيرة لإيران ولمحور المقاومة ولكن حتى اليوم المساعدات العسكرية تستمر من إيران إلى الأحزاب المتحالفة معها في المنطقة برغم الصعوبات يعني من الصعب تحت الضرب والحصار أن تستمر المساعدات ولكن هناك تسرب من هذه المساعدات وأيضا تبادل المعلومات وتبادل المخابرات كل هذا يجري العلاقة لم تتغير جذريا ولكن تلقت ضربات مهمة